نروح لجدول ترتيب الدوري العام الزمالك في المقدمة برصيد 35 نقطة من 15 مباراة الاهلي في المركز الثاني برصيد 31 نقطة من 12 مباراة بما يعني انه لو كسب انا بقول لو كسب التلات مباريات المتبقية له عشان يبقى لعب زي الزمالك 15 مباراة بتسع نقاط على ال 31 يبقى 40 يفرق عن الزمالك 5 نقاط ده في حالة فوزه في الثلاث مباراة بيرامدز في المركز الثالث برصيد 29 نقطة لكن من 13 مباراة بما يعني ان لو بيرامدز كسب الماتشين اللي فضلينه هيبقى 35 نقطة زيه زي الزمالك في المركز الرابع سموحة 26 نقطة المركز الخامس في يوتشر 25 نقطة المركز السادس البنك الاهلي 22 نقطة المركز السابع فاركو 22 نقطة المركز الثامن غزل المحلة 20 نقطة المركز التاسع المصري 19 نقطة المركز العاشر بعد الفوز النهاردة مبي 19 نقطة المركز الحداشر طلاع الجيش 18 نقطة المركز الاثناشر الجونة 17 نقطة المركز التلاتاشر الاتحاد السكندري 16 نقطة المركز الاربع تاشر سيراميكا كيلو باترا 14 نقطة المركز الخامس تاشر المقاولون العرب 13 نقطة المركز الستاشر الاسماعيلي 11 نقطة المركز السبعتاشر مصر المقصة 10 نقاط في المركز الاخير اسطنر كامباني 10 نقاط زي ما احنا والجدول قدامنا بص كده للجزء الاخير من الجدول هتلاقي الاخير اسطنر كامباني 10 نقاط ولعب 15 مباراة مش 16 مصر مقصة 10 الاسماعيلي 11 المقاولين 13 سيراميكا 14 الفرق بين الاخير والمركز الخامس تاشر او المركز الاربع تاشر اربع نقاط وبين الاخير والمركز الخامس تاشر اللي هو مش هينزل تلات نقاط اذا هناك تداخل رهيب 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 والمقاولين اللي عمتش زيادة ما ننساش في المراكز الاخيرة اذا استمر الوضع بهذا الشكل هيبقى الموقف معقد جدا 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 على الاقل في الفرق الستة الاخيرة افتكروا كلامي ده